اشتركوا في القناة والمنطقة باكملها قد انطلقت هل سيؤدي هذا الى عودة الدين الى اماكنه الخاصة وترك الناس يديرون شؤونهم بانفسهم مثل بقية شعوب الارض هل معنى هذا ان الناس باتت تعرف حقيقة الدين الشعاع المزيف وان كلما في الامر انها لم تكن تجد الفرصة للتعبير عن غضبها واحتجاجها وهل ان الحجاب كان رمزا لستر عورة المرأة ام عورة الدين الموروث وعورة رجاله التي ما عاد يمكن التستر عليها هل كان الحجاب رمز للعفة ام للاستهان بالرجل وامتهان لكرامته ولأخلاقه واستخفاف بقدرته على التعامل بأخلاق رفيعة مع المرأة والتصوير للجميع بانه غير قادر على التخلق بأخلاق حسنة هل ستمتد هذه الثورة لاماكن اخرى وهل هي ارهاصات لانتشار وعي عام بدور رجال الدين التخريفي لحاضر ومستقبل الشعوب وخدمة لمصالحهم الخاصة ايضا ما الفرق بين تراجع الملالي في ايران عن الحجاب واباحته في السعودية هل هناك صلة بين الامرين اهلا بكم اصدقائي وحلقة جديدة من اوهام الدين معكم منصور الناصر السلام عليكم اصدقائي ورحمة الله وبركاته هذا الحدث كنت انتظره طويلا بل اتوقعه وكنت ارى ان رياح التغيير فعلا قادمة بقوة وسرعة هائلة في المنطقة ككل وعليه فانما حدث في ايران اليوم وبعد قرار السلطات الدينية الايرانية مراجعة قانون الحجاب بات واضحا كما ارى ان عجلة التغيير دارت ولن تتراجع ابدا الا بعودة الدين ورجاله الى اماكنه الخاصة وترك الناس في حالهم حدث ايران بالتأكيد سيغير المنطقة كلها كان هذا التغيير سنة تسعة وسبعين قبل نحو خمسين عاما او وقل خمسة واربين عاما كان سببا في تغيير المنطقة باكملها وكلنا من عاش في ذلك الزمان حتى يومنا هذا يعرف مدى التغيير الذي مرت به المنطقة السؤال الاخطر من كل هذا هو لماذا يحدث هذا التغيير الآن تحديدا حتى هذا التغيير بدأ واضحا لا يمكن ان نتغافل عن هذا التغيير كل الناس بدأت تشعر بوجود هذا التغيير وايضا بدأوا يشعرون بقوة طبعا بالمناسبة انا كنت دائما نقول بين الناس فإلا هي تعرف حقيقة الامر تعرف حقيقة هذا الدين الشاء المزيف الذي فرض على الجميع مثل ما فرضت الانظمة الحاكمة الاستبدادية فالدين هو نفس الشيء هو موجود في الشارع موجود في كل مكان لكي يديم سلطته على الجميع ويفرض عليهم ما يشاء وبالتالي الناس هم عبيد المأمور انه ناس حقهم يعني لا يستطيعون مقاومة رجل الدين رجل الدين بكلمة واحدة ممكن يغير مستقبل شخص واحد او ربما ينهي حياته بالتالي هذا الامر وجود الدين ليس كما يبدو يعني بالنسبة لنا هناك من يدافع وينافع ويكافح وينافق في سبيل اثبات بانه هو موالي وهو من جماعة من ما يدين للدين الولاء والبراء اقصد فهو الناس لا تعرف ما هي الحقيقة ومعظم الناس لا يعرفوا ما هي التفاصيل لكن هو عليها ان يتبع التيار العام وان يوالي ويثبت ولائه ويستعرض هذا الولاء الامام الجميع حتى لو كان هو ليس كذلك وايضا يؤلن براءته من الجميع وهذا جزء من الطابق يعني نوع من جواز المرور في المجتمع الذي يعيش فيه بالتالي ليست الظاهرة الدفاع عن الدين والمقدسات وما لذلك ليست الظاهرة حقيقية وممكن ان يتغير موقف في اي لحظة اقصد ان كل ما في الامر ان الناس لم تكن تجد لديها الفرصة للتعبير عن غضبها واحتجاجها لانها تعرف انها ستخسر الكثير لكنها عندما تتوحد وينفجر الغضب الجماعي كما حدث في سنة 2011 سيكتسح كل شيء في طريقه في حلقة سابقة بعنوان الحجاب وصمة عار الرجال وليس النساء ذكرت بان الحجاب تحول الى السلاح خرجت باسمه المرأة من بيتها ومارست حياتها أوسعة من قبل وبمراحل اينها تمردت بارتدائها الحجاب الذي طالب به رجل الدين ايضا نشرت قبل قليل قبل ساعات ساعتين اعتقد حلقة بمقابلة مع الصديق الرائع الصحفي والاعلامي والكاتب شعيف في قناته قبل شهرين تحددت فيه عن المتغيرات الخطيرة التي تمر بها ايران ودور المرأة في هذا الامر وايضا الهوة الواسعة بين الشعب الايراني المثقف الوائي والطبقة الحاكمة التي تحاول باقصى طاقة تسيطر على هذا المجتمع لكنها فشلت واثبت هذا المجتمع بانه يفوقها ثقافة ووعيا ورغبة بالحرية والخروج من اسر الواقع الذي فرضها عليهم رجال الدين طبعا لا بد ان ننوه انه ايضا كانت حكم الشه كان ايضا حالة المعاكسة هو الذي فرض عدم الحجاب وايضا المرأة الايرانية احتجت وكانت قائدة في مقدمة صفوف الاعتجاج على هذا القرار اي اننا لا ارحب بهذا القرار واقول بان الحجاب يجب هو مجرد التدخل في حياة الناس بهذه الطريقة هو امر ليس من شأن الدولة ولا من شأن اي احد هذا الشأن الخاص لا يمكن لأحد ان يتدخل فيه كان الحاكم السابق الشاه ايران كما ترون في الصورة اصدر قانون سنة 1936 حضر فيه ارتداء الحجاب في ايران وبعد ذلك فرضها ومنعها دخول النساء في اي مكان مع الحجاب الامر نفسه حدث مع الخميني بعد عودته سنة 79 من فرنسا فرضها المسألة ومنعها دخول معها شيئا في شيئا خلال شهور منعها دخول النساء حتى الطالبات المدارس منعها من الدوام في المدرسة بدون حجاب ويعني واضح انه العملية عملية قسرية واستبدادية ومحاولة لفرض هيمنة رجال الدين على الجميع وبحجة باي حجة الحجة جاهزة دائما طبعا وهي ان الله امرهم بهذا وان هذه فريضة طبعا هي الحجة هذه اصلا هي هي يعني مصادرة على المطلوب انه انت تريد شيئا فتتحجج بالله وهذا هي دائما انا اقول هاي الفكرة بانه هاي الحجة تحجت انه الدين والمقدسات والكتب المقدسة والفرائض هي هي نتيجة وليس سبب هي وهناك رجال الدين يريدون فرض سلطتهم على الجميع فماذا يقولون هل يقول لك هذا اوامر الشخصية طبعا يقول لك هاي اوامر من رب العالمين واجب ان تتباهها وماذا يفعل حتى يقرها يفرضها على الجميع ومع الوقت يعني صدقت زمية الكذبة ويظنون بان هؤلاء يمثلون الدين في الحقيقة هما او يمثلون الدين ومثلون الاله والمقدسات ويحافلون الحرص على تطبيق الشريعة والفريضة لكن بالحقيقة هم هم الذين صنعوا هذه الفريضة وهذه الشريعة والناس مع الزمن صدقت هاي العملية حتى لو كان هناك بعض الناس لا يصدقون هذا الامر لكنهم في الحقيقة مجبورين يعني انا من الناس كنت عايش في الاراق واشوف هؤلاء لكن ماذا افعل ليس البيدي لا حوله لا قوة وانا حياتي كلها لم اكن في يوم من ايام الفضيلة الوحيدة انه لم اكن مضطر ان اكون تحت رحمة هؤلاء لا اسلم مراتب من دولة ولم اكن موظفا في يوم من ايام دائما نعيش على الكفاف طبعا بس في طريقتي الخاصة ويعني الاشياء البسيطة اللي يحصلها بالنسبة لي كافي فبالتالي لا يستطيعون فرض اي شيء بأي طريقة من الطريق لا هو لا همه ولا ايضا النظام الحاكم اللي كان هو النظام الصدامي الدكتاتوري طبعا ابدأ كلامي بالتفريق بين تراجع الملالي عن الاجاب في ايران وايضا اباحة هذا الامر في السعودية وان لنسى بشكل رسمي كما اعتقد لا متابعة تفاصيل بدقة الفرق بين الامرين كبير جدا اعتقد تصحيح هو الظاهرة في السعودية الآن ظاهرة ممتازة جدا وتشي بتطور كبير وهذا يعني هذا التلاقي بين الطرفين هو كمان نعرف انه كان سببه اصلا كل ما نحن فيه كان هو سبب الصراع الايراني السعودي والسنة التسعة والسبعين وخشية السعودية من التمدد الشيعي وهؤلاء الايرانيين يتمددون ويخشون من التمدد السلفية الوهابي وهذا الصراع صار بين الطرفين الآن الطرفين بدأوا يتراجعون لكن الفرق وين الفرق ان الطرف الثاني يعني السعودية فعل هذا الامر وانده رغبة بالتغير والتغير وانده رغبة بان يفكر في المستقبل وشعر بان الاصرار على التفرق الجنسية والدينية بين الافراد هي وصفة دمار لكل شيء يعني وجدت السلطة الحاكمة السعودية وحتى الدول الخليج العربية بيأكملها وجدت بان الامر لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة يجب ان يلتحق الانسان العربي المسلم او غير المسلم بالعالم ويعتبر نفسه جزء من هذا العالم جزء متفاعل متفهم يأخذ ويعطي لا يرفع حواجز بينه وبين الاخرين وكما يدعو دائما في ليلة نهار رجال الدين الى اننا حالة خاصة واننا حالة احنا بشر مختلفين واحنا لدينا رسالة عظيمة وهذه القصص بلا 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 يعني شبعنا منها وبالنتيجة نحن ما نحن فيه من خراب ودمار وانتهاك لأبسط حقوق الانسان وايضا يعني ايضا تخلف عام شامل وممنهج وليس تخلف يعني نتيجة اخطاء في ممارسة الدين لا تخلف ومنهج لأن الدين قالك أنا أنا ما احتاج وفعلا الدين هكذا يعني لجب ان نعرف ما هو الدين دائما هاي دعوتي هو الدين هكذا يعني قالك أنا ما احتاج تقدم أنا لا احتاج تقدم ولا احتاج تطور ولا احتاج علم أنا أحتاج فرض السلطة على الناس ونفرض إرادة رجال الدين على الجميع وهذه إرادة الله فبالتالي هو ما يحتاج تقدم فلابد أن نفتهم هذه القضية وهذه الحقيقة يعني أنه التخلف ليس نتيجة للدين إنما هو صنو الدين وهو لا يفكر موضوع اسمه تخلف أصلا لا علاقة له بشيء اسمه تخلف أو تقدم هو إلى علاقة بقضية واحدة فرض سلطة رجال الدين وغسل أدمغة الناس وجعلهم وحدة واحدة كتلة واحدة رعية رعية متحبة متماسكة مع بعضها وخوض الحروب باسمها لاحقا كما يحصل عبر التاريخ بالتالي الذي حدث بالسعودية هو قرار من سلطة ليست دينية قرار من سلطة سياسية عليا شعرت بأنها يجب أن تبادر بالتغيير الخطر بالقرار الإيراني وهو أن هذا القرار صدر لم يصدر عن سلطة سياسية متحالفة مع سلطة دينية كما هو الحال في السعودية منما صدر عن سلطة دينية بالكامل هي دولة ثيوقراطية كاملة يعني من الأصل هي المؤسسة بيكملها المؤسسات مؤسسات الإيرانية بيكملها هي مؤسسات خاضة على السلطة سلطة الرهبر أو الولي الفقيه الذي هو يعني فيه مصاف النبوة أو ربما أعلى من النبوة خليلا فهذا الرجل هو الآمر الناهي وبالتالي كل شيء تحت رحمته هذه السلطة هي نفسها اللي مارست أقصى أنواع السبدال لفرض خطافها الديني المتخلف مع هذا هذه السلطة مع كل هذا الإرهاب وهذا العنف وهذا القتل حتى في الشوارع وأيضا هذا الطبقه نفس النظرية في العراق عندما اندلعت انتفاض التشريم في العراق سنة 2019 وقمعوا الناس وقتلوا آلاف الشباب بالشارع بالقناصين أرسلوا قناصين طبعا هم عراقيين لكنهم من حلفاء الرهبر هؤلاء قتلوا الأطفال بالشارع عمرهم 16-16 وقناصين مجرد طالق التظاهر يعني وواحد يرفع على وكل فيديوهات موجودة ممكن يشوفوها بنفسكم مؤلمة جدا أنا ما أستطيع شاهدها المهم هذه السلطة هي نفسها اللي مارست أقصى أنواع عن السبدال اللي فرض هذا الخطاب وماء هذا فشلت في الداخل وبعد طبعا بعد أربعين سنة أو خمسة واربعين سنة من فشل متواصل مع الخارج أو مع العالم كله تقول للعالم حارب هذه الدولة أنا لا لاش نعلي بهذا الموضوع كل الدول هي متصارعة فيما بينها على الأطلاق الدولة الصحيحة التي تجيد الحفاظ على مصالح شعوبها هي التي تجيد تنمية العلاقات مع الآخرين لا أن تبحث عن الهيمنة وتبحث عن إشكالات مع الآخرين وتدعي بأنها أفضل منهم أو أفضل من الدول الأخرى أن تتعاون معهم يعني كما يقال على حب الله ولا تدخل نفسها مؤامرات عسكرية وثورية أو دينية أو دعوات للجهاد وما إلى ذلك الدولة الفاشلة هي الدولة التي دائما لديها خلافات مع كل دول العالم وصراعات طبعا هذا لا يعني الدول العالم الأخرى سيئة جيدة أو عظيمة من الدول الكبرى لا لكن أنت موجود ضمن هذا العالم وكل أجه مصالحهم لابد أن تضع استراتيجية تديم صلاتك مع الآخرين وفي الوقت نفسه لا لا تؤثر على مصالحك ومصالح بلدك وشعبك الخاصة هذا هو يعني لماذا وجد السياسة واستراتيجيات وخبراء في هذا المجال بالاقتصاد لهذا السبب طبعا خطورة القرار الإيراني هذا هو أنا أعتبر نوع من الخدعة ويدعو للحذر لأنه هؤلاء لم يصدروا هذا القرار جراء تغير في عقليتهم إنما هو عن شعور في إنعزالهم واخترابهم وتغربهم عن هذا العالم سواء العالم الذي يحكمونه بالحديد والنار داخل إيران أو العالم المحيط بهم كما قلت وهذا العالم نفسه يعني واضح أنه ما عاد بالإمكان استمرار على هذا الشكل في التعامل معه لأنه يبدؤتهم معلومات أو أشياء يأرفون إضافة يعني حصيلت التطورات في إيران والألاقات الخارجية وما نعرف شين المعلومات الدقيقة لكن واضح أنه هناك ليس نزع للتغيير إنما حاجة ماسة وقاهرة للتغيير وإقامة نوع جديد من العلاقات مع الشعب أبناء الشعب الذي واضح أن الشعب هناك هو واسع بينه وبين السلطة الحاكمة لماذا حدث هذا التغيير أنا برأي هذا الصراع الأساسي الآن ليس صراع من أجل واحدة من النقاط الأساسية ليش هذا عاد التغيير هو أن نماط الصراع التغيير في المنطقة ما عادت الصراعات الدينية الآن يعني كان الصراع المذهبي مع السعودية بين إيران والسعودية يعني احترقت المنطقة بسببها كان هو سبب كافي لتبرير وجود السلطة السعودية وأيضا تبرير وجود السلطات الإيرانية الشيعية وأيضا أذرحها الموجودة في حسن نصر الله وأنفاله هذا الآن انتهت هذه القضية لم يعد نالك مبرر لوجود هذه السلطات الحاكمة وسبب بسيط لأن الدين لن يعد له مكان لن يعد يقدم شيئا للناس على الإطلاق وحتى الرمز الإلهي الإله ماذا يفعل الآن للناس ماذا يقدم لهم فهذه المسألة عندما نفكر بها بعمق أنت صحيح أنت مؤمن وعلى عين ورأس لكن الله ماذا يقدم لك الآن الصراع الأساس الآن ليس بين الشيطان والرحمن إنما الصراع الأساس الآن هو صراع حضاري صراع علمي صراع تقدمي صراع تكنولوجي أين نضع الله وأنبياء وفقه الفقهاء وشريعة المشرعين وسط كل هذا هؤلاء ليس لديهم يقدمون الأكاذيب والأوهام وال يعني والدجل ليس أكثر من هذا قبل الفاصل سأحاول الإجابة على سؤال الأخطر كما أرى وهو لماذا يحدث هذا التغيير الآن فأبقوا معي شخصيا أرى وواقعيا أرى أن الهجاب أصبح عكس ما مؤمل له من قبل رجال الدين هم جعلوا منه فريضة وبدأوا يكذبون علنا وحتى الصادقين من بينهم عندما قالوا أن الهجاب ليس بفريضة لأن فراض الإسلام معروفة هي واحد ثلاث أربعة خمسة ولكن بسبب الهيمن الكبير لرجال الدين على الجميع استمرت هذه العملية وبدأت الناس تؤيدهم لا أحد يجرع على القول بأن الحجاب ليس بفريضة ولا أي شيء لكن هذا الحجاب هو نفسه أصبح رمز للثورة على سلطة رجال الدين بل الدين نفسه أصبح رمز لحرية الإنسان امرأة أو رجلا هذا هو الذي يطين إجابة لماذا يحدث هذا التغيير الآن لأن الناس الرأي العام بدأ بدأ ينتبه ويعرف بسبب انتشار تواصل وسائل التواصل وبدأت الناس تعرف حقيقة الإسلام المبكر حقيقة الدين حقيقة الدولة العباسية الدولة الأموية حقيقة الفقهاء من أين مصادر هذا الدين ما هو الفقه بدأت تعرف الحقائق الناس كانت لا تعرف أي شيء الآن بدأت الناس تدقق في التفاصيل وكل ما يحدث الآن هو مجرد محاولة الترقيق وتجد هناك ناس من المتدينين ومتعصبين نذروا أنفسهم للدفاع عن الدين تحت هذا الشعار الدفاع عن الدين والتصدي لمن يسمونهم الملاحدة وكأن الملاحدة يعني شيء هؤلاء يعني شياطين يعني يحملون رشاشات ويطلقون النار على الناس في الشوارع هؤلاء الملاحدة أو المفكرين أو المثقفين كأنما المثقفين أو المفكرين أو الناس اللي أعتم أراء خاصة وعتم توجهات لا دينية كأنما هؤلاء سيدخلون على المجتمعات كما يدخل يعني يدخل القوادون أظنى للكلمة القوادون وسينشرون الفساد والانحلال الأخلاقي وسيختل تختلط الأنساب وتختلط العوائل ويصير باحية جنسية منتشرة كأنما هؤلاء هكذا بالعكس هما السلطة الدينية بعكس هذا تماما المهم الناس اكتشفت اللعبة وأصبح الحجاب بدلا من أن يكون رمز للسلطة الدينية ولهيمنة الدين وهو فعلا هكذا وما زال في معظم نماكن هكذا لكن الآن أصبح هو رمز على فشل الخطاب الديني وعجزه عن تقديم حلول حقيقية كان هو ذريعة لانتشار الخطاب الديني باسم هذا الله والرسول وهذه الفريضة وهذه الأكاذيب الكثيرة التي أصبحت الآن بحكم غير قابل للنقاش لكن استمرت هذه الحالة والرجال التي نعتبر أن هذه المسألة كافية حققنا لكم ماذا تريدون حجاب هذا الحجاب حصلنا الحجاب ثم ماذا صباح الحجاب الآن الحقيقة أنه الرجال الدين ليس لديهم ما يقدمون سوى هذه الحجاب ورضاعة الكبير وهذه التفاصيل الفقهية وهذا يحل لك ويكسبون المليارات بسبب اللحم الحلال وما إلى ذلك أكثر من هذا ما أعلم شيء هل لديهم نظرية في الاقتصاد هل لديهم نظرية في علم النفس هل هناك فيزياء إسلامية مثلا أو كيمياء إسلامية هل هناك علم فلك إسلامي أو ديني ما لا علاقة يعني ما الذي يريد أن يقدمه للناس هذا الدين الناس اكتشفت أنه الدين ليس لديهم ما يقدمه يعني يدعون أنه يقدم الصمأنينة والراحة للناس بالحقيقة الناس في أسوأ حال يرون الآخرين سابقا كانت الوسائل التواصل والمعرفة الحقائق محدودة والآن الناس بدأت تعرف كيف يعيش الأمريكي كيف يعيش الأوروبي كيف يعيش الياباني كيف يعيش حتى الآن الإثيوبي الإثيوبي الآن دولة متقدمة لمن لا يعرف إثيوبي هاي اللي كان دولة مجاعة تقاتلة وأيضا هاي رواندا اللي قبل 30 سنة مذابح مليون واحد قتلوا بين قبيلتين الآن دولة متقدمة ليش تروح بعيد هاي الكويت ودول الأمارات الخليج 40 سنة الفاتت كانت مجرد حبار عن صحراء وكم خيمة وبنايات بسيطة جدا فاللماء ما الذي يتغير لأن هاي دول الأمارات هي نفس تصلت في الغرب واعتمدت على الغرب قالت هذا خلص صحيح هنا متطرفين عدنا تطرف ديني عقيدة دينية قوية لكن نحن هذا خلوا على جنب ويطلعون يشمروهم علينا يشمروهم على العراق على أفغانستان الزوائد تطلع هناك نخلص منهم المهم الآن التغيير اللي حدث هو هذا أنه كانت حتى الانتشار الدين والتطرف ديني أعتبر بالدول الخليج كان هو مجرد محاولة للتصدي للخطاب الديني الإيراني الشيعي وخشة انتشار هذا الخطاب وأعتقد وان دائما لا تدعم الخطاب السلف في الديني وتقف إلى جانبهم أن يكفي أن تفعل ما تفعله الآن السعودية والإمارات وهذه الدول في قطر وغيرها تفعل ما تفعله الآن من تحديث المجتمع تحديث المؤسسات تحديث ومحاولة وصول إلى محاولة حصول الجميع على شهادات عليا وما إلى ذلك هي الطريقة الصحيحة لأن تبطل كل نزعة للتخلف والتطرف الديني والعودة إلى الماضي ورض الحاضر هو الأهم ليس العودة إلى الماضي عد إلى الماضي إشبع بالماضي كما تشاء لكن أنك تحارب العلم تحارب التطور تحارب الإنسان تحارب الحريات تحارب الحقوق هنا المصيبة رجع للماضي روح إيش بالماضي القدمة تريد مليون سنة لكن انت هاي العودة تسحب الناس معك جميعا وراك تأخذهم للصحراء وتتآمر أكثر الناس المتآمرين على مجتمعاتنا هم رجال الدين لا يوجد مؤامرة أكبر من مؤامراتهم مستعدين يتحارفون مع الشيطان هم فعلا تحارفوا مع القوة الكبرى مع الدول العظمة تحارفوا بل ويبيعون ويشترون بالناس ويقول لك أنا عندي تحت أمرتي مليون أو مليونين متابع أو مدينة كلها تحت أمرتي بإشارة من عندي أحركة الدول الألمى هم ناس براغماتين هي كان أنا أتحدث مع هذا يسيطر على خمس مدن أو منطقة كاملة أو بلد كامل فأنا ولا ألقى أحسن هذا هذا يحلي كل مشاكل أقدر صفقات لا أول لها ولا آخر أعقد فيما بيني وبينه ورجل الدين رجال الأمة الكبار أتهم مليون طريقة لتحليل أي شيء وتحريم أي شيء على كل حال السؤال أخطر ولماذا يحدث كل هذا الآن التغيير الآن لأن الحاجة الآن باتت لا يمكن التغافر عنها الناس اكتشفت الموضوع وكتشفت أنه خطاب الديني خطاب فاشل لا يقدم شيء خطاب فارغ مدأي كذاب ويوزع الأههم والوسائل التواصل كشفت هذه الحقائق رغم كل هذا الدعم الإعلاني إعلامي رغم المليارات التي يدفعوها للإعلام رغم المليارات حتى التي يدفعوها للمحركات البحث أنت الآن اكتب أي شيء العلاقة بالدين رأسني يطلع 6000 موقع سلفي ويحطك على هكذا يقول إسلام وهكذا عملية غسيل دماغ شاملة أنا ما أطلب بطلت أطلب من جوجل شيء إلا أكتب عبارات صارت عندي طريقة وإذا تردون أعلمكم شون سون هالطريقة من أسوي بحث بكيوورد معين ما أكتب أكتب أشياء أضافية حتى أمنع هؤلاء يخرجون لي بالنتائج نتائج البحث كلها بالبداية تلقيها سلفين الآن هذه اكتشفت هذه الحقيقة والنتيجة كانت تحول هيمنة الدين على الناس إلى عملية إخطاف موضوحة لهم ولمصيرهم أي أن بالنهاية ما الذي تبين تبين أن حجاب الدين لحقيقته وهي الهيمنة والتصلط على رقاب الناس أصبح مكشوفا هكذا أصبح السفور العلني هو الكشف الحقيقي الكشف العملي لحقيقة الدين وإسفار عن حقيقته أيضا أي عن حقيقة هذا الدين أنه هذا الحجاب عندما يرتفع سنكتشف حقيقة الدين وهذا الوضع الحجاب هذا هو الذي يتحجب به الدين ويدعي به أنه هو الحل الوحيد للناس الناس بالتالي كما قلت كلهم باتوا يعرفون الحقيقة لكنهم يتظاهرون بحقيقة أخرى مزيفة وهي الالتزام الديني وما أشبه بالنتيجة الحزاب كان ليس رمزا لستر عورة المرأة إنما ستر عورة الدين الموروث وعورة رجال الدين اللي ما عاد ممكن تستر عليها فما معنى هذا الرمز الإسلامي الذي يسمي بالإسلامي هو مجرد علامة خضوء والسلطة ليس للتعالي بالإسلام المعروف يعني بالضرورة إنما لهؤلاء لهذه الحركة الدينية الصحوية أو الولائية بالنسبة لإيران وهو يفسر لأنه كثير من التناقضات يقول لك أنه أحيانا يقبلون الجميع نوع الهجاب المهم أكو حجاب هناك حجاب الإيمان أما الإيمان بالموضوع غير مطلوب هو أيضا هذا يعني مسألة عملية أي طاغية أي شخص يطلب القضوع هو لا يطلب الإيمان يعني هو كذبة الدين الموجود أنه يطالبك بالإيمان لكنه بالحقيقة لا يطالبك بالإيمان يطالبك بالخضوع والطاعة العمياء أي أنه أنت لا تهمه كإنسان إنما تهمه كجسد مطيع أي أنه يريد أن يستخدمك في أغراضه بالتالي الإنسان غير موجود في عقلية رجل الدين إنما موجود هذا الجسد يريده مطيعا طائعا مطيعا خاضعا مستسلما وهذه كلمة الإسلام بالمناسبة وهذه كلمة أيضا مبتكرة الدعوة المحمدية لم تكن هناك لا أكو شكوك في أنه الدعوة المحمدية أيام البئثة كانت كان الدين يسمى دين الإسلام إنما هو أصبح في يعني فترة متأخرة يعني بمطلع القرن الأول الثاني الهجري من علامات التغير أيضا أنه منح يعني هذا الحجاب يعني كان هدف إبقاء المرأة في البيت وقطع علاقاتها بالمجتمع بأكمله وهذا لم يحصل أصبح بالعكس أصبح رمز ليستيح المرأة أن تخرج وتدخل كل مكان قال لك أنت ما ذا تريد مندي تريد مندي هجاب أنا ارتديت الهجاب وسأدخل المكان الذي أريده وأعمل في المكان الذي أريده وأفعل كل ما أشاء وحتى الإنسان الذي كما يدعون يدعون بأنها تمارس الانحلال الخلقي هي بالعكس الهجاب صار أفضل وسيلة لممارسة الانحلال الخلقي لن تجد المرأة أفضل من هذا على الإطلاق فما احترام لجميع النساء لكن هي الأشياء يعني فكرة الحجاب هذا يثبت بأن الهدف ليس المحافظة على المجتمع وتقاليد وأخلاقه والانضباط بين الجميع لا الهدف هو طاعة الناس بالدليل أنهم لا يبالون بأي شيء يخضعون لإرادة أن رجال الدين وتضعي الحجاب وفعل ما تشاء لحال لا يبالون حتى عملات الهداء التحرش بين لا يهمني مدام أنا طاعة متحققة فليأكل بعضهم بعضا لا أبالي بهذا الأمر يعني يقول لك أن حصل خلاف بين طائفتين مؤمنين فأصلحوا بينهما يعني أنت ما ما راح تضرر وبالعكس تجوز عندك عوائد بعد ذلك من عنده وخلص فليحدث ما يحدث أنا لن يضرني شيء بالعكس أيضا أنا صاحب فضل على الجميع أنني أصلح بين الجميع وأظهر بالوجه الحسن المحصلة يجري السيطرة على رجال الجماعة ونساء هذه الجماعة أو المجتمع وبالنتيجة رجال مجبورين تحجيب نسائهم أيضا هم مجبورين يذهبون إلى الصلاة ويمارسون كل الأبادات وبالنتيجة يصفى الأمر رجال الدين وهم أيضا في الوقت نفسه ضمنه وسيلة إنتاج مطيعة ورخيصة وبعيدة عن الأعين ونفس الوقت هو في الوقت نفسه العفو لأدهم رجال قتل ميليشيات جاهزة لأداء أي مهمة يأمرهم به هؤلاء الكهنة الدجالين وبالتالي الناس اللي اكتشف الموضوع خائف واللي صدق ومؤمن هو مؤمن بعد يعني دمر نفسه بنفسه في إيران كانوا دائما يقولون الحجاب هو رمز العفة العفة وأيضا في الدول البقية اللي نشرت هاي فلسفة الحجاب طلعوا الناس يتفلسفون بالحجاب في إيران يكون مؤسسات كاملة للعفة أنها رمز للعفة بس بالعقل بالعكس هي وليس رمز لعفة المرأة هو بالعكس واستهانة بالمرأة هو رمز لاعتبارها كائن غير جدير بالثقة وأكثر من هذا أنه الدين يرى بأنها غير جديرة بالثقة وهذا معنا من المعان أنه غير قادر يعني هذا نوع من الاعتراف بعجز الدين عن معالجة أي مشكلة للناس هذا يجب أن أنا أدعو الباحثين إلى أن يفكرون بهذه القضية أنه عندما تفشل في تخليق الناس أو جعلهم يتخلقون بالخلق الجيد وبدلا من هذا ما لا تفعل تفرض عليهم القرارات المجحفة أنه ألبس حجاب أبقى بالفيت بالبيت أنت لا تختلط بالنساء لا تنظر إلى النساء لا كذا لا كذا هذه قرارات لغير يعني سهلة جدا أنه تصير آمر على منطقة وتصدر أوامر ما رح تخسر شيء لا ما أنه ما عندها تقسر عندما تضع مشروع حقيقي تنتشر تنشر بها الأخلاق بين الناس بطريقة ممتازة وبطريقة بها 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 رغبة بمساعدة الناس والاهتمام بهم كما يحصل الآن في الدول الغربية الدول الغربية المتقدمة من أرقى الأخلاق الأخلاق لا يمكن وصفها لدى الناس كيف حدث هذا حدث عندما وثقوا بالإنسان وقالوا هذا الإنسان جدير بالإحترام ويجب أن نحافظ على كرامته ونقول أنه قادر على أن يكون مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته وأيضا احترامه للآخرين لا ما لا يفعل رجالة دين أدنى أو الدين عموما وهذا مسألة عبر التاريخ يعني ليست الآن فقط سواء الدين الإسلامي من يوم الأول وأيضا الأديان الأخرى من يوم الأمر دائما لا توجد لديها ثقة بالإنسان دائما تعتبر هذا إنسان هو فريسة سهلة للشيطان وبالتالي يجب السيطرة عليها وتحقيرها وانتهاك كرامته وأتبار شخصيته شخصية مرفوضة ويجب أن لا يلتزم بها ويجب أن يحتقر ذاته يقول لك أنا العبد الحقير وأعود بالله من كلمة أنا لماذا؟ قل لا لا أعود بالله من كلمة أنا قل العكس قل أنا وأنا هو هذا الشيء صحيح ولدي أخلاق رفيعة أنا لا أسئل للآخرين ليس لأنني لدي فرصة لساءل آخرين لأنني عندما أسئل للآخرين أنا أسئل لنفسي هكذا الناس فكر هكذا تمت تربية الناس في المجتمعات المتحضرة المتقدمة عما الدين ماذا يأتي يقول لك لا على العكس تماما سب واجتم أي واحد خارج على القطير أي واحد يفكر أي واحد يقول لديه رأي حر أي واحد يقول هناك مشكلة هذا الفارضة الدينية أنا شوفها غير نافعة تضر الناس تحول الناس إلى عبيد وناس مطيعين يستمعون للأوامر ولا يناقشون ولا يفكرون بل ممنوع التفكير أصلا لأنه التفكير يؤدي إلى الشك والشك يؤدي إلى الكفر والكفر يؤدي إلى الدخول في النار والجحيم هل هذا صحيح قتاما أقول هل هذا الحجاب وما إلى ذلك كل اللي يقدم أن الدين الإيرانيين صارهم 40-45 سنة سلطة دينية مطلقة ما الذي قدمته هذه السلطة الدينية للإيرانيين ما الذي قدمه السلفيين الذين كانوا شبه حكام السعودية في الشارع أقصد هم كانوا متحكمين بأمور الناس بالكامل وغذوا الناس تطرفا وإرهابا يعني وتطرفا وتسلفنة وأيضا الإخوان المسلمين يستلموا الشوارع وبكل بلدان العربية تقريبا ما الذي قدمه الدين هل يعني هل أنه قدم لهم شيء عظيم مثلا يعني يعني نقدر نقول بنى مستشفيات في كل مكان الآن حقوق الناس مصانة هل الناس الآن في حالة متقدمة هل نحن الآن في شعوب الآن في درجة رفيعة من الأخلاق واحترام الآخرين ما الذي قدمه أقصى ما قدمه وهذا قدمنا الهجاب وأشياء من هذا القبيل التي هي مجرد كلام في كلام هل عالج مثلا هذا الدين سواء في إيران أو هل عالج مشاكل اقتصادية تربوية اخلاقية قانونية دولية حتى خدمية هل نهض بالمجتمعات وجعل هذه مجتمعات تحجز لها مكان بين شعوب العالم المتقدمة الآن هل أن المنجز الدين الذي قدمه للإنسان هو أن يجعل كل إنسان يصلي خمسة مرات كل يوم ويؤد الفرائض وبعد ذلك فليمت مرتاحا بغض النظر عن مصير مصير ومصير أولاد وعائلته ومستقبلهم وحياتهم الحرة الكريمة هل الإنجاز الكبير الذي حققه الدين هو أن يجعل الجميع يكره من يسمونهم بالكفار هل الإنجاز الكبير هو أن يجعل إنسان متبلد ذهنا وحسا ومقفل تماما ولا يسمع حتى الموسيقى حتى الموسيقى الطبيعية اللي هي الموسيقى الكلاسيك حتى أقلك لا حرام هل هذه هي الإنجاز الذي قدمه لنا الدين هل إنجاز الذي قدمه الدين أنه لا يجوز حلقة اللحية هل هذا يعني هذا شيء عظيم هل من العظام العظام الآن أن نقتدي بالصحابة مثلا اللي قتلوا الرجال وسبوا النساء وبعوا الأطفال وامتلكوا ملكات اليمين والجواري هذا هو كل الدين سلطة وتسلط وقهر وبطش بالكافرين وما يسمى مجاهدة الناس كل هذا كل هذا من أجل ماذا من أجل وعدة كلمة وسط جماعة المصلين هل حدث هذا فعلا لم يحدث يعني خلنا خلنا نقول يا با أحترم هذا هدف ضروري أنه الوعدة ووعدة الدين والحفاظ على الدولة والمجتمع هذا مسألة أساسية هل حدث هذا فعلا لماذا نجد الآن في كل منطقة ومدينة تجد هناك أقطاب يعني منشطرة والمنشطر ينشطر أكثر يعني عملية تسكتر وتشتت متواصلة أين هي الوعدة التي دفعنا أثمان باهظة من أجلها وعدة الكلمة ومنع الفتن دفعنا أثمان باهظة سيقولك لا هذا ليس الدين الصحيح يعني شد الدين الصحيح يعني هذا صحيح أو مصحيح أنت عندك مشروع هذا المشروع فشل المسؤول أنت يعني هذا المشروع أنت هل هذا المشروع تحقق في الجنة مثلا أنت تضع مشروع مناسب للواقع الذي أنت فيه المجتمع الذي أنت فيه فعندما تبشى في وضع المشروع الناجح فالسبب أنت سبب مشروعك نفسه أي الدين نفسه فعندما أنت تقول هناك قوة كبرى وهناك مشاكل وهناك هذا لا يجوز هذا ضحك على الناس واستغفال وأنا أعرف الملايين ما زالوا يصدقون هذه الكذبة وأدعوهم إلى التفكير مليا في هذا الأمر وأنها مجرد خدعة قائمة على خدعة أصلا هي عموما الحدث الذي حدث في إيران يبشر بخير وأنا أعتبر رغم أن لدي خشة كبيرة بأن رجال الدين ليسوا لا يمكن أن تلتقى بهم على الإطلاق هم ليسوا لكن أنا عندي ثقة بوعي الشعب الإيراني وأيضا عندي ثقة بأن الناس بدأت تفهم الموضوع وأنه لم تعود هناك أي فرصة لهيمنة رجال الدين على الحياة في مجتمعاتنا على الإطلاق وهؤلاء هم في حالة انحسار شديد وكلما في الأمر علينا أن نكون شجعان ونواجه الأمور بطريقة دقيقة وصحيحة وبدون إساءة وبأخلاق عالية هذا أهم شيء وأنا أشوف بعض الناس اللي أتمارع ضد الدين أنا أقول لا الدين أمر جيد يعني بشكل أو بآخر لكن القضية ليست أن لا تخرج على الدين لأنك تريد أن تخرج وتحارب الدين لا الدين هو دين موجود وأنا أحترم إلى وضع لكن أن تخرج من عنده وبعد ذلك أن تحدث بالطوب كما يقول المصريين لا هذا بصحيح أن الدين تخرج من عنده وخلاص انتهى الموضوع أما أنت حول إلى قضية أنت يصير يعني ما فعلنا شيء معناتها تمازلتها باقي في واحة الدين شكرا جزيلا وآسف واتمنى أراكم مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر